اهلا بحضراتكم في اخر فقرة في حلقة النهاردة وهي مع الدكتور حسين دقيل وهي بعنوان حلوة بلدنا اهلا دكتور اهلا بحضرت لطيف اوي البحث ده عن تاريخ الانقلابات في مصر القديمة وانا بحيئ حضرتك فخيرا نبدأ في البداية يعني انا نحس انه رغم انه هي كلها تحت فتة الانقلابات الا انها بعضها كان عسكري بعضها كان بتحرك شعبي بعضها كان عن طريق الاسرة نفسها الزوجة او الكانة والبعض الاخر كان عن طريق الام زي ما حصل مع اخنا تون صحيح اهلا بيك سبحانه اهلا مع ديك يعني بداية احنا ممكن نقول للمشاهد ان لفظ الانقلاب ده كانش موجود في مصر القديمة يعني عشان برضو يبقى لكن كان في لفظ موجود ومكتوب اللي هون مؤامرة والدكتور عبد حليم نور الدين استاذ اللغة المصرية القديمة رحمه الله هو من كتب يعني كان اول من كتب في مثل هذا الامر يعني والمؤامرة لما نرجع معناها اللغوي اصلا توحي بالمعنى اللي احنا اطلقناه الآن قلاب عسكري لا ليس العسكري عموما يعني قلاب بشكل قلاب يعني وحتى عندما عد المسلمون القدماء عندما قرخ ليهم يعني وعدوا المؤامرات التي حدثت عدوا كل شيء حتى الصورة سموها مؤامرة فهي صورات ومؤامرات انقلابات احنا الآن ممكن نقسمها لكنه في الاساس سموها كلها مؤامرات لأن المؤامرة في المعنى بتاعها افراد اجتمعوا وتآمروا خفية ضد شيء معين بس عندي سؤال هنا دكتور يعني سواء حضرتك او السادة الباحثين دكتور ابحليم نور الدين يعني عرفتوا تاريخ هذه المؤامرات من خلال اللي انتصروا من خلال ما قتب لانه ليس مين اللي كتب ما هو ده السؤال مين اللي بيكتب لا الاولى المسلمون القدماء هم اثبتوا هذه الامور من خلال النقوش الموجودة اللي بيكتب الملك اللي نجم من مؤامرة فسأل ما مؤامرة نعم ولكنه وجدت له اشياء قبل ان يقتل او يهزم مثلا يعني مثلا اخناتون وجدت له اشياء حد شبسوت رغم ان يتعوت رضعا يزيلها لكن هو لها اشياء كتبها هي يعني هل ينتبق على هذه المؤامرات اللي هم حوالي عدوا الاثناشر تقريبا يعني هدي امثلة اغلب امثلة او الامثلة دي هل مثلا ينتبق على الاثناشر دول او العشرة دول ينتبق عليهم المقولة التولى التاريخ بيكتبه المنتصرين ربما ربما لكن لا استطيع ان اطلق عليها هذا المعنى بشكل طيب نبدأ باول مؤامرة اللي هي مؤامرة تيتي نعم صحيح يعني المؤامرات مصير قديمة برضو ان احنا اللي ما زكرناهم هنا هناك مؤامرات تمت في الدولة القديمة مؤامرات في الدولة الوسطى مؤامرات في الدولة الحديثة يعني هذه المؤامرات عموما موجودة بشكل مستمر مستمر فكأن هي شيء من التاريخ يعني شيء طبيعي ملك تيتي الأول يعني حكم ما يقرب منذ 4300 سنة حتى الآن يعني تاريخه من 2300 سنة قبل الميلاد في القصة السادس الملك تيتي أراد أن يضغط على الكهنة لأن كهنة عموما في شكل عام كانوا دائما مسيطرين مركز قوة آه مركز قوة هو وجد من كهنة رعب عين شمس أنهم بدأوا يتغولوا ووجد عندهم شيء من الفساد تمام فآذر كهنة بتاح كهنة بتاح كانوا في منف وهم كهنة رعب موجودين في عين شمس فعندما رأوا منف الجيزة يعني منف اللي هي في الجيزة صحيح فعندما فعل زالكم طبعا لم يرضوا بهذا الأمر إطلاقا فتآمروا عليه حتى وصلوا إلى قتله وعندما قتل لم يقتل قتلا عاديا للأسف إنما قطعوه أجزاء يعني بشكل غريب جدا وعينوا أسر كارع يعني واحد من تباحهم لكي يتم تعيينه ملكا في هذا الوقت رغم أن أسر كارع طبعا ده يعني لم يستمر طويلا سنتين وتم القراع لا ستوقف معك حددك كاتل في البحث إنه هو أطعوله أجزاء جسمه عشان لا يعود للحياة مرة تانية في العالم الآخر مما كان يعتبره المصر قديم كان يعتبر أنه عندما تقطع شيء من جزءه سواء كان أنفه مثلا أو أذنه أو عينه فإنه لن يرى الآخرة لن يشم رائحة الآخرة لن يسمع أشياء من الآخرة فهم كانوا يقطعوا مثل هذه أو الأطراف أيضا فهم يسيئوا إليه حتى في الآخرة أنت مش هتلقش مما ليه في فيلم المومية بدء السيناريست بإنه ها هي عظامك تتجمع وروحك تعود إليك صحيح واللي هو يوم تحسى السنين ده وفي إسمك إنه إسمك هيتنطق إذن حتى الإسم لو انطمس آه طبعا ما هو كان بعد الأوقات لما يزيئ عايزين الملك يزرونها يشيلوا حتى الخرطيش بتاعه عشان ما لا يعود مرة إذن لا يعود عقيدة كانت يعتقدوها ذلك آه تمام فعينوا بقى الرجل التأمي الأنصر كارع طبعا الأنصر كارع ده لم يستمر طويلة لأن ابن تيتي بي بالأول خرج وظهر وقضى على إيه على ال سواء بي بيك تتي حكم كم سنة تلاتين سنة طبعا ما قد يحلي يعني طبعا على فكرة يعني معظم هؤلاء الملوك اللي الأمس لنهاردة تلاتين عام أنا استغربت برضو آه 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 لما أقف قدام كل واحد ما عاد إخنا توني نختم تلاتين سنة تلاتين سنة آه استغربت كل واحد قد تلاتين سنة طبعا أنت تنين إيه ما لازم تقوم عليه صورة طبعا طيب رجع بيبي باب الأول طبعا ده ابنه بابن تتي الأول أصلا أراد طبعا أن يقوم بعمل مهادنة مع مين مع الكهنة اللي هم قتلوا إيه قتلوا أبو يعني لأنه لما وصل للحكم أراد أن يستتب له الوضع فبدأ من ضمن أسبابه اللي عمله أنه بدأ يتواصل مع الكهنة وأيضا يتواصل مع حكام الأقاليم حتى لا يستطيع الكهنة أن يؤلبهم عليه فجوز حد فجوز من أبي دوس سهاج من سهاج هل فكت عائلات أنت بتقول هنا صهر أحد عائلات الصعيد الكبيرة يعني طبعا لأنهم يعني الصعيد طبعا مش عايزة تكلف السلام منذ الوقت الصعيد كان دائما حتى دائما عندما كان الحكام من الدلتة كان من ضمن أشياء والأساسية أنه لابد أن يصهر أحد من الصعيد لأن لهم قوة لهم سيطرة من ضمن أشياءهم أنهما كان يعتقدوا أن النيل لابد أن يمر عليهم وإذا قطعوا عن النيل هو كان لابد من العمل على إرضاهم بأي شكل كان فبيبي الأول هرم تتي في سقارة هرم تتي في سقارة فعلا هو ما بقي الآن شكل هرم صح؟ لا لا هو شكل هرم لا شكل هرم زي خوف ولا زي شكل هرم زي زوصر وزي يعني على أقل يعني مساطب لا لا أحجار أنا فهمي فندم يعني أصدقوا وإيه ما هو فيه هرم ما يدوء كان له قبة كان له قبة كان له قبة كان له قبة فبيبي الأول عندما تزوج من الصعيد من الصعيد له زوجة أصلا أصلي قبل قبل أن يتزوج يعني وعندما تزوج من مرأة الصعيد أراد أن يتقرب إليها فظهرت الغيرة بين زوجاته فإحدى زوجاته الأولى أو زوجاته الأولى على معظم الأرى هي من قامت بعملية محاولة اغتياله لهنه لم يختال على فكرة بالعكس هو استطاع أن يتوصل على المؤامرة قبل أن تتم بقية الستة دي كان له عيال يعني يعني أنا عايزة أقول إيه ربسيسي الثالث كده لما كان عنده كذا عيل وما سماش اسمه وليه العادة فالستة من مراته كانت هي فعلا معها هل دي بردو كناس اختصة فعلا فعلا كما عبناء لكن هي رأوا أن عندما يتزوج من الصعيد وعندما يؤازر يعني الأقاليم من أجل أن لا يؤلبهم الكهنة فبعد ذلك هيقربهم أكتر وأكتر لأنهم شعروا أن هناك شيء من التدارج معهم يعني كده المعامر دي كانت بالتعاون ما بين الزوجة الزوجة الأولى والكهنة لا لا هي الكهنة دول شيء آخر يعني لأنه بالعكس هو قام لإرضاء الكهنة يعني ما فعل هو كان يعني زوجة بس زوجة بس هي اتخذت شيء أخرى من ضمنهم يعني أحد حراسه يعني أحد حراس بيب الأول كان هو الذي أراد أن يقوم بعملية الاغتيار يعني المسألة كانت غير النسائية فقط لا عشان ابنة ما هي لأنه ابنها يعني عايزة ابنها يكون هو الوريس العرش فإزاي لابد من القضاء على الملك الأول ثم بعد ذلك الزوجة بتاعته بأولادها هيبقى سهل يعني هو نيجي وبعدين هو نيجي حاكمها عمال في أي بها لا هو جاب قاضي اسمه ويني يعني ومشهور وحاكم عليها حكم يعني قاسي وهذا القاضي يعني هو كان مقرب لي ليس قاضي حتى هو بيفتخر له مقبرة بيفتخر أني أنا يعني كلفت بهذه المهمة أن أحاكم الحريم يعني يسمونه الحريم من الزوجة واحدة الحريم لا الحريم اللي هو دخل يعني نطاق الحريم نطاق الحرم لك زي ما نسموه فلا يدخل إلى الحرم لك إلا ناس أمينة فهو كان يفخر حتى في مقبرته أني أنا ثانيا يا دكتور يعني الفراعنة كانوا زي العثمالين كده ما حدش خش عن الحريم كان عندهم حمية طبعا كان عندهم حمية وعنديهم نعم عندهم حمية أنا ما قلتش لأ بس أصدر أقول كان عندهم حرام لك وسلام لك يعني بنسميحنا حليم بالمسمدة لكن هو بنسميحنا لما نقرأه في التاريخ بتاعنا يقول لك بيت الحريم ودي ممنوع لأي حد غريب يخشها آه طبعا لذا كوني ده كان بيفتخر بهذا المعنى جدا دائما يكتبه في مقبرة طيب المهم حاكم الستة عمال لأي بقى يعني هو لم يذكر حتى في كيفيتها لكن قال أنها حكمة حكم بشع يعني قضي عليها بشكل بشع وولادها رأوا فيهم بقى ما هو لأن ينكل بأسرتها يعني لا لا لأنه هو أصلا استمر بعد المؤامرة دي عشرات السنين تاني لأنه حاكم 34 سنة والمؤامرة دي كان في بداية بداية عهده لأنه أصلا كان ابنه لسه لم يخرج لكن بعد كده هي الأسرة عموماً الأسرة التي انتهت بعد بي يعني جاب بي بالثاني ابنه طبعاً من هذه الزوجة أصلاً من بتاعة الصعيد ولكن كانت نهاية الأسرة على يده طيب سنة صرت أبو الإله أبو الإله يعني سنة صرت ده في الأسرة الأسرة الحديث عشر طبعاً وده يعني منذ مثلاً ما يقرب من أربع تلف سنة حتى الآن نستطيع أن نقول ذلك ده كان يقال يعني ليه يقال ما فيش حاجة واسقة وعلى فكرة برضو دائماً أقول يعني حتى ما أقوله أنا الآن لا نستطيع أن نؤكده تأكيد كامل بس برضو لا نستطيع أن نشكك به تشكيك كامل عشان ما حدش برضو يعني إحنا عارفين أني بيبي ابن تتي فيها شكل لا لا دي ما فيها الشكل طب أما ليه بقى سنة صرت ده مش ابن من حتب جميل لأنه بعض ما كتب وصل إلينا فيها للأسف بيقول ذلك يعني لسه لما نوصل أحد مثلاً الابن إخنتون مثلاً بس مش عايز أصبخ هنا لما نجي نسمي الكارع ممكن نقول حد يقول ده شقيق إخنتون وفيه يقول ابن إخنتون لأنه هو المصطلح نفسه بعض الأوقات لا يعطي دلالة تامة على النسب سواء مملئي أبو الأليهة دي أبو الأليهة هو سمي ذلك يعني أو سموه يعني هو عموماً الملك ودي كان من ضمن الأشياء اللي بتمنع انقلابات على فكرة لما نجي نقوله مؤامرات وانقلابات ده معناه شيء وصل إلى أقصى شيء صعب لأنه كان يعتبر أن الملك إله ثم بعد ذلك نصف إله يعني فترة فترات كانوا اعتبروا وريس الآلهة شرعاً وفترة فترات اعتبروا ابن الآلهة وعندما حتى أطلق عليه ملك خلاص وليس له نسب بالآلهة كانوا مقدس وكان التحرك ضده شيء مش ممكن يكون ولذلك عندما كانت المؤامرة يتم يعني القفض عليها أو يتم يعني اكتشافها قبل أن تتم كان كان يحصل يعني في المتآمرين ما لا تحمد عقباء إطلاقاً يعني إيه ما المؤامرة اللي حصلت على الملك يعني ليست مؤامرة نستطيع أن نقول هي مؤامرة هو متآمر هو نفسه هو متآمر على من تحتف ولكنه استطاع من تحتف الرابع أن يزيله يعني ومن تحتف الرابع هذا ابن من تحتف السالس لكن سمح كارها هذا قصدي سونسر عبو الألية يقال أنه ابن من تحتف السالس فهو بالمعنى هذا أخو من تحتف الرابع ويقال خذ الفترة للحكم ثم قضى عليه أخي وحكم هو من تحتف الرابع تمام طيب هو كان ومن تحتف الرابع ده. حكاية وحيد وحيد في حين ينفى وحيدة هو مكتوب كده. أن يكون أبو الإله سنسر ابن الملك. من الأساس أنه وصل الحكم خلال التآمر إلا أنه لم يستمر طويلا. فانتقل الحكم إلى منتحط بالرابع. منتحط بالرابع يعني. فانتقل ليه سريع. له هو أخي. يقال أنه أخيه. ويقال أنه هو الوريس الشرعي. اللي هو منتحط بالرابع. وده سمك كارع. كان أبو الإله هذا. كان هو متآمر. فمنتحط بالرابع استطاع القضاء عليه. لكن منتحط بالرابع. وبرضه حكم 30 سنة أو 29 سنة. تمت التآمر عليه بشكل برضو غريب. حقيقة يعني. وهو نستطيع أن نقول أنه من أولى الانقلابات العسكرية. الواضحة. الواضحة. لأن من انقلب عليه هو قائد العسكر. قائد الجيش من نمحاتها. من نمحات الأولى. ومن نمحات استخدامه. انقلب عليه. يعني نعرفنا سبب الزوجة وغير الزوجة على ابنها. من نمحات قائد الجيش ليه تقلب على. أولا هو فطت الحكم الطويلة دي. بعض الأوقات بتضعف الملك. يعني أو في معظم الأوقات بيبقى الملك خلاص تراهل. وبدأ يضعف. وتبدأ الأحاديث والأقاويل كثيرة في الأقاليم. وهو كواحد قائد جيش بيستغل هذه السلطة. وما عنده من درجات. يعني أنه هو طب ما أنا أولى أن أكون في هذا المكان. عليش دكتور خيرنا أروح لحتة تانية. الانقلاب ده حصل سنة كم تقريبا؟ الانقلاب ده في حدود 1900 قبل الميلاد. يعني 1900. 1920. يعني عمره دلوقتي 3000 سنة. 4000 سنة. آه ما يقرب من 4000 سنة. هل في الحضارات التانية كان فيه انقلابات عسكري في الوقت ده؟ ولا إحنا اللي بدعنا الفكرة؟ لا. وإحنا زيما بنقول شيء من التآمر. والتآمر ده كان موجود. أنت هنا بتقول ده أبرز انقلاب عسكري. آه ما إحنا بنقول سمنا به هذا التسمي الآن. يعني لأنه وجدنا أن هذا يتشابه مع لفظة. هل في اليونان كان فيه كده في الرومان كان فيه انقلاب عسكري؟ طبعا اليونان والرومان كدرسها فيها هذا الأمر. لكن لم يكن بهذا الشكل لأنه لم تقوم هناك درسات أعتقد حتى الآن. لكن احنا المؤامرات فيها درسات. وفي العكس الدكتور عبد حليم أشرف على فسالة ماجستير في هذا الأمر أيضا. وأنا رجعت في لها كثير. أشرفت أسكري. في المؤامرات. في المؤامرات في مصر. من حتى عمل المؤامرة وقام بالتخطيط لها وتحقيقها مش كده من خلال واغتصب منه العرش؟ مين اللي كان زائسون نوبية؟ هو أمن محات. أمن محات ده كان. يعني النوبين حكموا. آه طبعا. ما هو. لا ما هي. على أساس النوبة الجزء من مصر. أنا فاهم. آه. يعني كان. لأنه بعض الأوقات. آه. لأنه بعض الأوقات في ناس بتطلع المصطلح الفراعين السود. هذا المعنى لأنه بيعتبروه كإني شيء. كان الجزء من مصر. والنيل ده كان مصر. كل النيل ده كان مصر أصلا. يعني التقسيمات ده تمت بعد كده. فأمن محات من أسر نوبية بعد أن قضى على على من تحد بالرابع حكم هو. أمن محات وقوّن أسره جديدة لأنه لم يكن من أسر ملاكي. فقوّن أسره جديدة لوحده. بناء عليه. لكن هو بعد ذلك برضو استمر أمن محات فترة من الحكم. برضو استمر 30 سنة. استمر 30 سنة. أعتقد 30 سنة أو 31 سنة كمان. يعني من محات. من 82 إلى 53. 29 سنة و 31 سنة. فده من محات قضي عليه أيضا. رغم أنه على فكرة استغل أمور كثيرة جدا. يعني لم يستغل قياداته للجيش فقط. هو استغل الكهنة أيضا. أنهما يخرجوا له نبوءة. هو سموها نبوءة. نبوءة أن الآلهة منذ القدم قالت أن هناك ملك سيحكم اسمه أمين. يعني أمن محات. وسموه أمين. لقد نصبها يعني. نصبها وده وده روجها وانتشرت في جميع الأقاليم. فالناس دا جيتها خلاص يعني. وثبت حكمه بهذا الأمر. لأن الناس اعتقدت أنه ليس من أصول ملكية. هو ليس من أصل ملك. فعشان ملوش أي شرعية الشرعية بتاعته تبقى نبوءة. ولم تكفيش شرعيته كأنه كان قائل للجيش. دا أنت معي من قبل الملك. لكن أنت انقلبت عليه. فإذا أنا لازم أثبت نفسي وشرعيتي. سلفت نظري حاجة أنه كان على رأس جيش مكوم من عشر تلاف جون. صحيح. مش دا عدد قليل. لا دا كان قائد دراحه به محاجر. محاجر يعني إحدى المحاجر كانت محجر في القصير ما بين القنى والقصير محجر اسمه هذا الحمامات. كان يأخذوا منه بعض الحجار للقيام ببعض الأعمال التسهيل. يعني هو كان على رأس قوة من عشر تلاف جون. قوة من عشر تلاف. فاستغلى هذه القوة. طيب اتعمل عليه انخلاب دا برضو. هو زوجته هو حكى الابن سنسرت يعني يقال هو بيموت يعني وسيطه. فقال من ضمنها أنه تم التأمر علي يا ابنية من القصر. فقيل أنه هو يعني من تولت هذه المهمة هو زوجته. أم سنسرت. أم سنسرت. لا مش أم سنسرت. زوجة أخرى غير أم سنسرت. لكن سنسرت دا يوم قتل ابن محات كان أصلا قائد جيش في ليبيا ناحية ليبيا. وكان معاه لو نعرف حضرتك قصة سنوحي. اللي هو هاجر وكان قائد من قواد الجيش معه سنسرت الأول. وجاءت الأخبار أن ابن محات اغتيل. فسنسرت ترك قيادة الجيش ورجعه إلى القصر مباشرة حتى لا يستطيع أحد أن يتولى السلطة مكانه. سنوحي بقى اللي كان قائد إحدى القوادي معاه هرب في اللحظة دي. هرب خوفا. فقيل إن سنوحي كان متآمر مع هذه الملكة. كان متآمر معه. ولذلك سنوحي قضى عشرات السنين بره. ثم عاد أو يعني مش عشرات يعني أكثر من بضعة عشر سنة. ثم لما عاد استقبلوا أول ما استقبلوا بيت النساء. يعني فارحوا به لأنهم وجدوا متراهل عجوز وكذا. ولأنه كان له علاقة قوية جدا بنساء القصر. شو علاقة بالمؤامرة. هو أثبت أني أنا ليس ليه. لكن دائما المؤرخين بيقول لك أني طب لماذا هرب؟ ولذلك هو لم يعود إلا بعد أن سنوحي سرط أصلا قدم له وسيقة كاملة بالعفو عنه. طيب. ده الانقلاب على أمن محط الأول. بس تأدت إلى اغتياله. أمن محط قتله وحكم سنوحي سرط. وحكم سنوحي سرط. المحاولة السادسة على الملك إخناتون. آآ طبعا. يبقى أمه كهنة. آآ آآ ممكن تحدثنا فيه هدياشان ربما نفعه. لكن إخناتون في الآن يعني. لكن مصيره إيه؟ أنا لا أعرفش مصيره إيه. هو لم يعرف مصيره حتى لها. كما لم يعرف مصير نفرتيتي أيضا. يعني هو لم يعرف حتى لها. ليس لهم مميوات. لكن ما هو يعني أقرب إلى التأكيد أنهما مات موتة عادية. كل منهما يعني. يعني حكم بعد المحاولة دي؟ آآ ما هو تمت له محاولة الأول تم اكتشافها من قيادة الشرطة. تمام. قائد الشرطة اسمه محي. كان قائد في القصر. اكتشف أن هناك مؤامرة تدار له. وتم القبض عليهم جميعا. وحكموا من خلال أمراء الأقاليم. يعني جاب كل واحد ودى الأقاليم وحكم. لأنه برضو كان. يعني ما كان عن مؤامرة الكبيرة بتاعتك. مؤامرة كبيرة دي. آآ مؤامرة كبيرة دي. لا لم يتم فيها اختياله. يعني لم يؤكد فيها اختياله. ولا قتل. يقال أنه عزل ثم مات. لأن سمن كراء أخوه حكم في عهده سنتين. سمن كراء ده أخوه إخناتون. أنا يعني أقرب إلي هذه الرؤية. في من يقول أنه ابنه. لكن ده أقرب إليه. فسمن كراء حكم ثلاث سنوات فقط. منهم سنتين في عهد إخناتون. هو يقال أني إخناتون أراد أن يأتي بأحد. يحكم مكانه في الفترة دي أو يشاركه في الحكم. بحيث يهدئ العلاقة مع الكهنة. هو ده اللي تجوزوا بنته؟ جوزوا بنته؟ آآ مريت أتونة. مريت أتونة؟ آآ لا دول ده نفت. لا لا يعني الراجل ده هو اللي تجوز بنت. هي اسمها مريت أمونو. مريت أتونة. مريت أتونة. دي اللي لعينها في الأخميم. في أخميمة صحيح. الكبيرة لكت حتى روج دي. صحيحة. تسمعها مريت أتونة. مريت أتونة. مش آمون. لا أتونة طبعا. لأنه كان يعبد أتونة. ونعرفش مصير جميلة الجميلة. لا فيش طبعا. طيب. عشان الوقت عمالي عالي بيجري. عالي بيجري للوقت الأخير وبيعيز يلحق الصحور يعني. في صورة حنلاها زي لوحة كده موجودة. أو هو بيلعب مع بناتهم. لا مريت أتون بيقدم له الزهرة كده. يقدم له الزهرة. طيب. الإنقلاب على أدوه بيقدم. ده أتونة. وذلك يتعبد لأتونة الشمس. طيب. انتهت العاصمة تل العمرنة بعد الإنقلاب عليه. آه. خلصت. خلصت. هو لم يعني دمرت. وحور محبة بعد كده قضى عليه. حور محبة يعني دي أمه طبعا. الصور دي. طيب. الإنقلاب على الملك رمسيسي الثالث عن طريق العسيان الشعبي. آه. يعني هو وفي الأساس دي برضو إلاقة أصلا في الأصل. دي علاقة آه هي دي. هي دي آه. لا أنا بكلم على الكورسي. مريد أتون دي. آه. مريد أتون هي دي. بعض الناس قالوا إن كان في علاقة مش كويسة. آه. يعني. من الأب وإبنه. آه. لكن كلام مش نستطيش أن نتحدث حتى عنه. هم استقوها بس من الرؤية بتاعة اللعبة اللي هم بيلعب معها. صحيح. صحيح. حتى على كورسي من الكراسي. في صورة ليه هو بيلعب مع البنات أو هم عادين على حد. آه. رمسيس الثالث برضو الأصل فيه أني كان من خلال الأسرة. من خلال الزوجة. لأن رمسيس أراد أم رمسيس الثالث أراد أن يتزوج. برضو زي كأي ملك بحبه التزاوج. فعندما أراد أن يتزوج إحدى الملكات. يعني إحدى الزوجاته. طبعا أرادت أن يتولى الحكم ابنها. لا يا خافت إن ابنها يتقلش يعني. آه في كل الحالات هي عايزة ابنها يتولى. لأن عندما يكون الملك متزوج أكتر من زوجة. فكلهم بيتصابقوا مين أنا بعد كده حبقى أم الملك. غير لما تبقاش انتحد. غير لما تبقاش انتحد ولا زي ما بيحصل في العرش السعودي. إن الملك ليه ينكل بالبعين. ممكن دي برضو. آه ممكن. كله متوقع. لكن على الأقل الشيء اللي ظهر قدامنا أنه هتبقى أم الملك. أو ما تبقاش. لا إما تبقى أم الملك. لإما تبقى جارية بعد ما يموت زوجها الملك الأصلي. فكلهم بيتصارعنا النساء. الولية إليت يا. إليتها. طبعا فرح عملت مؤامرة. عملت مؤامرة ضخمة جدا. وكتب عنا كثير على الفكرة المؤامرة. آه يعني مؤامرة. فهي كان لها ابن اسمه بنتا أور. آه. ورمسيس الثالث لي ابن اسمه رمسيس الرابع. بعد كده أنه اسمه رمسيس الرابع. من زوجة أخرى. فهو عشان لا تجعل رمسيس الرابع يتولى الحكم. ويتولى الحكم ابنها. فهو نعملية دلوقتي. أنا مش قادر أخلي زوجي يخلي ولي العهد دلوقتي. إذا لابد من القضاء عليه. ده كانت الفكرة. عادة كده عادي. آه. إيه الولية الأولية. آه. لكنها هي استخدمت أشياء كثيرة جدا. أولا عملت يعني خطة محكمة. شارك فيها قيادات من الجيش. وشارك فيها الوزير الأول. وشارك فيها خدم. وكاهنا. آه. طبعا الكاهنا دول في كل الحالات على الفكرة موجودين. في كل المحكمة. فيه حد كده مرسال ما بين الحريم وبره. فعلا. دول خادمات. اتنين خادمات كانوا موجودين. واحدة بتطعمه. يعني مشاركة في إطعام الملك. حتى تأتي بالأخبار للملكة. والملكة لها مرسل أخرى منها لقائد الجيش. وبعد ذلك هم كانوا عاملين خطة. أنه هو اللي زاكنا مسميه هنا العصيان المدني. أن يتم الأمر من خلال ثورة شعبية. إحنا هنعمل ده كله. هنغتاله. هنقتله. بس هيكون من خلال ثورة شعبية تقام في الشارع. آه. هنا بقى السؤال. يعني السيسي عمل الفيلم ده. وعبد النصر عمله. عشان يواجه يقولك إحنا عجيين بإرادة شعبية. هنا كانوا خايفين من مين هم. يعني لماذا تم اللجوء إلى الدكور الشعبي. جميل. لأنه في الحالة دي. بيعتقد أني أنا لما ابني حيجي مسك الحكم. حيبقى شرعي. لكن أنا لما يجوء يقال أني ابني اللي قتل والده. تمام. يبقى في الحالة دي أنا غير شرعي. فهيكتسب الملك المقتول تعاطف مع الشعب من الشعب. من الشعب آه. حيبقى ضدي. لكن أنا لما يطلع الشعب من بره ونهيجه. ويقال أن الملك قتل. مين اللي قتله ما نعرفش. تم دلوقتي بيهيجوا الشعب في 30 زفت دي. بيهيجواها بالإعلام. أيام الفراعنا كانوا بيهيجوا الشعب بيه. المهودي حلقة كنا نتكلم فيها عن الإعلام قبل كده. كان الدعاية الإعلامية رخمة جدا. الزيباء. من خلال أولا. يعني من تحدثوا عن الإعلام أصلا بشكل عام. قالوا أن المصريين القدماء كان عندهم على سبيل المثال. المعابد دي وسيلة إعلامية غير. حتى الآن لا أحد يستطيع أن يقيم مثلها. بمعنى أنت المعبد لا بد أن يراه كل من يقيم في المكان. من شكله وبنيانه. أو بتأثير ديلي. وبتقام عليه كل النصوص والنقوش والرسومات التي تدل سواء على عظمة هذا الملك أو على إزلال ملك آخر أو على طقوس معينة بتؤدى مما يلفت الشيء الإعلامي. وبناء عليه كان بوق الإعلام في كل الفترات. والمؤسسة الدينية. والمؤسسة الدينية. يعني المؤسسة الدينية هي كانت بتلعب دور عمر أديب ولميس الحديد. في كل الحالات المؤسسة الإعلامية كان لها دور ضخم جدا جدا في كل الفقرات. أشاع أن الملك بقى بائز والدنيا بائزة. لا وده هم يعني استغلوا يعني أشياء عند مثلا الحكام النبلاء مثلا النبلاء بتعمل أن هذا الملك سوف يرفع الضرائب وأنه كذا الله يبيع قناة السويس ونسطين قعدوا في سينة خليني في المصر الخضي لا 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 معلش أنت حر بس أنا يا سبحانه ده إحنا عبقرة من أربع تلاف سنة لا جاي لي ده على الشمس وبناء عليه شعب سد لكن هو هذه المؤامرة تم اكتشافها بس الملك تأزى قتل الملك أو مات الملك بعد هذه المؤامرة بأيام قليلة جدا بس بعد أن تم عمل محكمة بس يقال أن الملك قتل أو مات بسبب المؤامرة نفسها يعني أصيب بحاجة هو قتل هو قتل وضرب يعني فيه دراسة حديثة لسه من أسبوع كنت كتبها على الصفحة بتاعتي جايبين رسمين الملك وكأنه هناك جرح في الفقرات وده الملك اللي حاولوا يعملوا بالأشعة الفوق البنفسجية أو يعرفوا الأشعة من ضمن الملوك الملك رابسيس تأت لكنه تعمل على إخنتون وتعمل على لكن بحاول يعرف تعمل جز على توت عن خمون وتعمل على حد شبسود لكن هذه الأشعة التي تم استخدامها معاسف أصلاح للمعلومة هل ده الملك المبهور أو الممياء بتاعته عاملة كده دي؟ ده ابنه بقى بنت أور فقال ليه بقى نسموها اسم كده الصارخة الصارخة هي ده هو ده الممياء هو ده الممياء الصارخة ده اللي هو يعني الجناد دولك تفتح بقه ممكن نجيب لو فتح بقه كده ده ممياء تشفى 845 سنة 135 سنة على يد مسبيره تمام وموجودة في المتحف المصري برضو منذ أكتر من 100 سنة بس منذ 2016-2017 بدأ التفكير عنها طب لماذا هي بالشكل ده تم فك المميوات فوجد أنه لم يحنط طحنيط المصري العادي هو حنط بطحنيط العادي ثم كفن بجلد الماعز تمام وهذا جلد الماعز أو جلد الحيوان تمام بتدل على أنه هو شخصية غير مقبولة ده ده اللي تحاكم في المؤامرة ده ده الإبن بقى اللي كانت أمه عوزايا بقى الملك آه فبيقولوا أنه هو اتلف بجلد الماعز كده على احتقاره يعني بس وفات هذه الفم بهذا الشكل وأن يتم تحنيطه برضو بهذا الشكل يظل بهذا الشكل دليل أنه كان يعاني جدا في لحظات موته أو لحظات يعني محاكمته عمل بقى محاكمة هو حاكم عن الناس أنا شفت الأحكام شعبة جدا هل هناك نازمة تأتل نفسها آه وقطع الأطراف وحرق وصم وضحهم في النقر بعد قطع أطرافهم حكم قاسي جدا لأنه كان عايش الملك وكانت المؤامرة ضخمة جدا يعني ومتغلغلة لكن في الآخر قد مات الملك بالأسف احنا عدينا الطايم وكان عندنا لسه مجموعة انطلابات ممكن نكلمي لها المرات الجاية الملك رمسيس العاشر خلالي أسألك سؤال ما ورد في رواية نجيب محفوظ اللي هي العرش أو أمام العرش عن رمسيس التاني أنا فاكرة أسألك سؤال ده من زمان هل هو حقيقة أنه كان هو معروف أن رمسيس التاني تجوز كتير جدا وخلف كعيال كتير جدا في الرواية بيقول نجيب محفوظ أنه كان وصل إلى اختراع اخوة سنتا مش من أمام أمام كان بيلف بالعربية كده عربية داخل المعبد ويقفوله الحسان اللي وصل في نجيب محفوظ لا هو نجيب محفوظ طبعا الرواية دي حقيقة وممكن قلت قبل كده أنا لحد أن الرواية دي من يريد أن يقرأ التاريخ بالشكل سلس جدا يقرأ دي طيب ما سبق كان على ما أنا حكم الحدثة في النقطة دي لكن رغم ذلك نجيب محفوظ تحدث فيه بشيء إيجابي تمثيلي لا يعني بمعنى خيالي ما ورد عن ما كان يفعله رمسيس التاني في الرواية دي لا بالنسبة لموضوع العربة ويدور بها ده شيء إضافي زيادة يعني من وحي خياله منوحي خياله لأنه بقول حدثتك هو شيء جميل لكن شيء كان فيه شيء من الأدبيات والتمثيل أكثر من يعني فيه من الخيال أكثر من الحقيقة حتى يعطي للنجر القارق صورة كبيرة عنه ممكن الحزبوة اللي بعد الجاي ممكن نجيب بقى المحاكمة دي ونتوقف عندها شوية ونلقي الضوء عليها أكتر ثم نستكمل بعد كده لحد رمسيس العاشر بشكرك يا دكتور جدا مؤسف عن الوقت عدى على كل حال بشكرك جدا ترحي سين دقيل وفقرة حلو بلدنا بشكر حضرتك جدا همتعتنا بالبحث ده دكتور وإن شاء الله نستكمله مع حضرتك